موسيقى 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 متابعة قناة الفاسبوغة مساء الخير عندي نوصلوا الحادث مع سندبة صحافة ريادية محمد روحلي وصلنا معاهدك الفندق العجيب مدينة انوانطن القنادية اذا سمع مدينة ماذا وقع عليك في ذلك الوطيل قلت بانا رغم ذك ذك الرجل الامن اللي كان تخوف على واحد صاحبي جاي من الفرقياء كمشي لذك الوطيل اللي بانسبه ليهم دائما في مشاكل لانا كانت فيها تجارة دي المخدرات ولكن الرائع والعجيب او اننا ذوك الناس ولو وضعيتهم حالتهم أنا قلت لك بأنها نفس الحالة اللي يشتم هذو سكال أصليين في أستراليا نفس تقريباً نفس حالة نوعدي الإهمال مخدرات ولهكي الناس طيبين بلاسهول لا اللي كعرف نكي نهاد رغير فرنسية رغبانها بنشتري كي يقدر يتواصل نوعاً ما بالإنجليزية فكي يقول لك بونجو بونجو صافا يعني كي يحاولي هو يتقرب تاني حتى المنطقة اللي كالناس كيتلقون نفس الزرق كي يقولنا هنا ردوا البال كما كنظوروا مع أمرق عنيش حاجة يعين وبغى كنتذكر كنا مشينا الواحد مول اللي قدموه لنا تماما كبينه أكبر مول في العالم غير لي مجازان اللي فيه 850 مجازان بوحده غير فيه الباطينار فيه سينيمات وهذاك قدرنا فيه ثلث يام باش نكمله فهذاك الفندق يعني المول إيمان أكبر المول اللي كي ياني في العالم فكن دوره ما عمرنا وقع علينا شي حاجة حتى هنا السيجور دينا بعد عرفنا الأوطيل اللي فيه الفريق الوطني فطبيض الحال كانوا عرفوا لأعضاء اللجنة المؤقات عرفوا الموقف دينا مغيش نجري ولكن رغمان ديلك ما قاطعونيش فبالأكس كان بقى كان تذكر كان قادر معزيز اللي كان مختص في الماراتون كان لعب تظاهرات للصباق دياله ونوطيل دي أن الشمد والشامبر دياله هو قخاول قبل قادر معزيز إبلاعي الحروضة طب هذا الحال وكان وقع عليها واحد مشكل كبير إنه لولا الألطف الإلهية لكن ممكن يتوفى لأنه ألعب بالماراتون وربما كان ذاك السنة كان ترهق بزاف ربما ألعبش سباقات أخرى فالوقت اللي كان يجري وصل الخط النهاية وجل الفيستيار أغمي عليه أغمي عليه وكان وحتل الوفد ما جاوش ربما ما واش ما كانش عده صعب وجد خلوه وربما كانت ذكره في آخر لحظة كان أعتقد بأنه وجهة براين بوطي ولكن شكل اللي لقى لقى جوة ناس كان بن شريف ونويل متوكل ما اللي بقوهم معه وبقى كانت ذكر إنه أغمي عليه ولا إنه واحد الشي اللي كي خرج من فمو ولك شي عجيب وغريب كي ربما كي يخلع فنقدوه داروا له سيروم أكسيجيني باش تنقد ومشى معه بن شريف وربما نويل متوكل ومشى معه تل السبيطار فنقد في آخر بقدرة قادر نقد نويل متوكل مشات للمقر الإقامة دي التحاد الدولي ولكن من شريف وقال له مشكل ملقاش باش يجي باش يجي باش يجي لن خرج خرج كي يلقى مكين تهد حتى طاكسيات ملقاوه مش حتى جابوه رجال أمن مش هو وعد رجال أمن باش يجي مشدوني إنه كان مشكلة وانا كانت وقعت لي مرة هاد القادية وقعت لي في تونس ومشي مناسبتها فأدخل أنا كتف مشيت في لانا فيت أدخلت للفندق وقال كي مش شريف مكينش فأجاي إلى ساعة متأخرة بالليل بوحدة وضعية يعني لاش لأننا بل لك عداء مغريبي بوحدة وضعية سابكت ما يمكنش ما يمكنش طبية الحال ف من شريف قطار حتولي وبرش مشيو مع الفارق الوطن علاش دين الإقامة مع المعليزات طليت قد سهل لك معلومات معطايات وباقي قد ذكرش كل يكن سافير هذي الساعة في كندا وسعب قاضل شهم اللي عبره ذات السابق فجا من موريال وقال لأ ماشي موريال جا ودوز معنا واحد تلتية من ربعين على الأقل وكان يعني ما كيبيش لك بالنوى شخصية رسمية بالعكس تلقى الضحك كيبش على الرجلية معنا كي عرض على لنا في عرض على لدينا الغداء الرسمي تقريبا يعني كيبيلك إنسان عادي ما كيبش ما سولتيش عليه ما كيبش بناظر سافير طب يتحان وفي الجنة يتحان يتحان دورة هي فرنسا و باري و باري كانوا ديرنا واحد كلوب دو باري انك انك مشيولي كتلقى تنكمل والغريب انك مشي كتلقى احتفالات في هذا الكلوب علاش ان واحد مطلق سابق داز نصف النهاية او داز النهاية احتفلو احنا تقفتنا اللغة تكتربح والله احنا تكتب جا تربح ودي ميدالية ميدالية ورقم القياس فقلنا كنا كان قوت امه كنتلقى مع صاحفين اخرين ومن بعد كل واحد كيمشي كان كيكون بسيفة خاصة كيكون جلال فؤاد الحناوي الصبار تقريبا احنا اللي كنا بنشتري كان كيف تضل انه هو يمشي يدخل بكريلا ما شوهم فانا واحد عادة كندير واحد قضية العنوان دي الفندق ولا العنوان دي الاقامة ديالي كان ديما كنهزو معايا جيبي وبليك تخرج كتعطيه مسؤول للصاحب تاكسي كي وصل لك من درجة من تدرجة معها فباقي كنتذكر من واحدة من الليلة دي الليالي طلعت ووريت واحد شابو دي التاكسي وعطيته شابو كديبو ولكننا كان عديل الباج الباج فيه الدربو دي المغريب شافني في حكو وقل لي يا عربي قلت له عربي قلت له معي بالعربية قلت له عربي قل لي من اي دولة قلت له المغريب قل لي شنو مهمتك قلت له صحفي قل لي يا جريدة ولا تلفزة قلت له جريدة ولكن غريب يدخل معي التفاصيل قل ليش من جريدة تفاجأت تلفت فيه قلت له البيان قل لي بسرعة الله يرحم على الياتا الياتا كان هو في طبيعة الحال المؤسسين دي الجريدة البيان وكان هو المدير دي الجريدة البيان لذلك الساعة كان توفى من الوفاة دياله وكانت في الصيف دي السبعة وتسحي فقلت له فيك اتعرف على الياتا قل لي كان اعرفه فقدم لي نفسه قل لي انا لاجئ عراقي وكتهربت من البطش ديالة صدام حسين ولتاجئت للباكستان ومن باكستان طلبت لوجوء الكندا عن طريق منظمة العفو الدولية وعطوني وعطوني الاقامة في كندا وقل لي نطلب منك انا بغير نشوفك مرة اخرى قلت له مرحبا اعطاني الهاتف دياله ومن بعد عرض علي ان انا مشي عنده لك ما عندي مشكلة في الاقامة قلت له انا ما عندي لوقتين نخلص قل لي بغيتي تدور وتدير واحد الجولة هنا بالتاكسي على نافقتي انا كان اعرض عليك فتلقيت معنا بعد جد مرات وفي حقيقة انسان طيب وانسان مسيس وكيف فاهم وعارف مغرب وعارف الدول العالم العربي عارف كل شي يعني عارف شنو كيدير بعده تقدير قلت كتير قلت له وفيك اتعرف عليعتها وكيف اش اقلي وعليعتها من الشخصيات العربية اللي كان دائما يدافع اللاجئين العراقية اللي كانوا هاربين في الدول الاخرى ودائما المواقف دياله كانت مواقف صحيحة وكان دائما صوته مسموع خصوصا عن دول اوروبا الشرقية وكان شخصية محترمة كذلك عند الهيئات الدولية وبالتالي كان دائما مع مرش عراقي خصوصا اللي كانوا يتامي الحزب الشعر العراقي انه ينسوا المواقف دياله من الزعيم العربي اللي كان شخصية قوية وشخصية يعني انه كانت عنده واحد كاريزما يعني نبقاتش تقريبا للأسف الآن ومن الشخصيات اللي بحقا بمناسبة نذكروه من الشخصيات المغربية اللي اللي بيتو حدوه كبير في تاريخ المغرب عبد الرحيم بو عبيد علال الفاسي يعني شخصيات اللي تفتقدناهم في الدار ونترحموا عليه مدرسة حقيقية الإعلام مدرسة حقيقية الإعلام مدرسة حقيقية ومدرسة حقيقية ومدرسة حقيقية بشتغلت منها سنوات مدرسة حقيقية الإعلام إذن متابعي قناة الفيس بوغ نتلقى في الحلقة الجيلة مع المنزي من الطائق والنوارد للمحمد عم